اشتركوا في القناة الحقيقة مشكلات كبيرة جدا بيواجهها المصريون الموجودين في ليبيا والسفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم مزارة خارجية المصرية يعني ناشد الجانب الليبي سرعة إنجاز التحقيقات وموفاة الجانب المصري بنتائج هذه التحقيقات أولا بأول واتصل بنظيره الليبي وقال له أن هذا الموضوع غير مسموح به الحقيقة بالمرة في تكرار هذا الموضوع من الاعتداءات على الجالية المصرية والدبناسين المصريين وقتل المصريين الأبرياء في ليبيا في هذا التوقيت بالتحديد حول هذا الموضوع معنا النهاردة ضيف وضيفكم شرفنا في الستوديو أستاذ شريف عبد الحميد الكاتب الصحفي مسؤول أشؤون الدولية بجريدة الجمهورية في البداية برحب بحضرتك ونهارك دايما سعيد نهارك سعيد وأنا بشكر حضرتك أشرف طنعا شكرا جزيلا أستاذ شريف يعني ليه المصريين أصبحوا يعني بيواجهوا مشكلات عديدة جدا في الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد قيام الثورة الليبي يعني في بداية خلينا وقعيين يعني في حالة من عدم الاستقرار موجودة حاليا في ليبيا موجودة في كافة اللي نقول ليس الاستهداف فهو مصريا ولكن أنت حضرتك فكر كمان وانكعت مثلا نقول اختطاف كان رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان هناك أيضا يعني كل فترة بتسمح حضرتك أن فيه ناس قتلوا هناك ناس اختطفوا هناك يعني الفترة الأخيرة كمان شهدت نقول كسرة في عملية القتل كسرة في عملية الاختطافات فأعتقد أن الوضع نفسه غير آمن لدرجة أن احنا سحبنا البعثة الدبلوماسية بتاعتنا لما حصل اختطاف لعضاء من البعثة بعض عضاء من البعثة الدبلوماسية فأدى ذلك أن احنا قلنا لا ما ينفعش أن احنا يجب أن احنا نحافظ على أرواحهم عشان كده احنا رجعناهم فاحنا الوضع نفسه يعني ليبيا يعني ما فيهاش أمن هناك قبائل حضرتك تعلم كده هناك يعني الوضع نفسه متدهور أمنيا الوضع ما فيهش استقرار ما فيهش نستطيع أن احنا نقول طب ما يروح مصريين دلوقتي إذا كان فيه شحينات قبل كده اتخطفت كثير فيه هناك والمشكلة بقى نقول إحنا في الحادث اللي حصل لمقتل السبع مصريين دول أو السبع مواطنين أن ما فيهش جهة أعلنت مسؤولياتها عن الحادث يعني ما فيهش طب مين دول اللي عملوا الواقع دي خاصة أن البنية كمان اللي كان بيقتنع مصريين هما دخلوا دخلوا الدور الأرضي الدور الأرضي ده كان موجود تمانية جوم لما يعني خرجوا التمانية دول في واحد هرب قفز وهرب يعني التامن ده كان ابن واحد من الذين قتلوا يعني الوضع نفسه طب وقيدوا طبعا العملية والجريمة كانت بشعة يعني المبنى بيقتنوا مصريين بالكامل يعني معروف أن هذا المبنى في مصريين والموضوع مش موضوع مجرد إرهاب أسود دخل بمنطقة معينة أو قتل وسلبة بس اللي دخل دخل في الدور الأرضي يعني كان فيه في الدور اللي فيه كان فيه مصريين برضا الدور الأرضي كان فيه مصريين اللي دخل دخل على اللي موجودين في الدور الأرضي جاء خطف التمانية دول اللي هرب اللي هو التامن ده كان ابن واحد من الذين قتلوا من دن السابع أعتقد أني فعلا الجريمة بشعة بالأمس كان هناك لقاء لوزيرة خارجية في كانشاسة في قمة خلال انعقاد قمة الكوميسة وتحدث مع الوزير الليبي حول الوضع والعملية وقتل المصريين وطالب بحماية المصريين الموجودين ومواطنين ومصريين الموجودين في ليبيا يعني حضرتك الوضع نفسه صعب جدا يعني أنا ما أقدرش أن أنا مش قادر أحافظ على أرواح المواطنين الموجودين في هذا البلد يعني طب يعني إحنا كمصر يعني وخاصة أن الجالية المصرية أو الموجودين المصريين هناك يعني لحصاءات غير دقيقة يعني ربما تكون أكثر من ذلك بيقدروا بمليون وستمائة ألف ولكن سيد شريف حالك أشرت في البداية أن هذا الإرهاب طال أيضا طائص الوزراء الليبي يعني عندما يطلب الجانب المصري مزيد من الحماية للرعاية المصرية الموجودين بليبيا أعتقد يعني ده رائع ولكن هل تستطيع السلطات الليبية الآن توفير هذه الحماية إذا كانوا قادرين يوفر الحماية حتى للمسؤولين الليبيين يعني خلينا وقعين إحنا شايفين المشهد أنه مفيش استكراف في ليبيا فما أقدرش أن أنا أقول أو أجزم أنه كمان المصريين نقول لهم تعالوا أو ما تجوش فدي قصة أنه كمان في قصة ترابط اجتماعي ترابط اجتماعي بمعنى إيه أنه فيه مثلا مصري متجوز ليبيا فيه ممكن ليبي متجوز مصريا فقصة الترابط الاجتماعي والتداخل الاجتماعي كبير جدا هناك فيه ليبيا فأعتقد أن الوضع نفسه صعب الوضع نفسه معقد الوضع نفسه مركب يعني إحنا بنقول أن الوضع في ليبيا الآن مفيش استقرار خاصة أنه فيه شيء آخر أنه نقول أن الجريمة دي تمت بدون حتى الآن إعلان أي جهة مسؤوليتها طيب أستاذ شريف أنا عايز أقول تحليل حضرتك لما يوجه الرعاية الأجانب الآن وبالتحديد استهداف الرعاية المصريين يعني خليني أركز على اللي بيحصل للرعاية الأجانب بشكل عام وتحديد المصريين إذا كنت شايف المصريين مستهدفين بقى دلوقت هو أنا ما أقدرش أقول برضو يعني بشكل عام أن المصري مستهدف بشكل عام أو بشكل ممنهج يعني إنما العملية زي ما أنا أشرت أن فيه عمليات اختطاف تمت كان فيه أول أمس قتل اللي تقريبا لمجند وإصابة آخر يعني العملية أيضا أصابت الليبيين نفسهم يعني لم تصب بنقول جليات فقط بل يعني أصابت الجليات هل هناك رعاية أجانب طالهم الهراب أيضا يعني إيطاليين فرنسيين أمريكان ولا الموضوع كله ما بين الليبيين والمصريين الموضوع الموضوع إحنا طبعا عشان بنهتم بالجانب المصري فقصة عن حضرتك أنت أي موقف مصري يعني كان فيه قصة الشاحنات أيضا إحنا وقفنا مبارح تم المفروض الإفراج عن 15 مبارح تم الإفراج عن 15 اللي هم دخلوا بمركب صيد ويتم الإفراج عنهم بالأمسك عن طريق المياه الإكلومية فإحنا بنتكلم على على أساس أن إحنا أي موقف بيحصل لازم طبعا كخارجية وكدور مصري في الخارج أن إحنا لازم أن نتصل إلى الأسباب وكصة إنما المشهد اللي إحنا شفناه ده فإحنا على طول يعني كان فيه رد فعل على طول قوي كان فيه رد فعل لدرجة أن رئيس الوزراء اللي بيكلم سافرنا السفير محمد أبو بكر هو موجود هنا في مصر بيراعي نقول السفارة من خلال هنا القاهرة كلم على طول السفير المصري وأداني الحادث وأشار أنه فيه تحقات الآن موجودة وحيتم إبلاغ الجانب المصري بكافة التحقيقات ومن أجل سرعة القبض على الجنة المرتكبة بالحادث أهمية بقى متابعة سير التحقيقات في الفترة إحنا فيها دي يعني أهمية أن يتابع الجانب المصري سير التحقيقات وإنجازها وتبليغ النتاج أولا بأولا أعتقد أن ده أمر يجب أن يتم من البداية ويجب أن يوافي الجانب المصري بكافة التفاصيل اللي بتحدث يعني مش أنا هعمل الخطوة وأقول أنا أستنى الخطوة لا أنا أعرف إيه اللي بيدور خاصة أن ديه دماء أريقة دماء مصرية وإحنا عندنا الدماء غنية جدا يعني ما مفعش أن إحنا السبعة يموتوا أو السبعة يقتلوا بدون أن إحنا ما نمسكش هؤلاء الجناة لا أنا لا يجب أن أنا بالفعل دول ماتوا وقيدوا وكان المشهد بالفعل المشهد يعني يقول محدش شافوا قبل كده أن السبعة يقيدوا والسبعة يتم إطلاق النار عليهم لا 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 ده المشهد كان رهيب يعني فعلا فلا إحنا لازم بالفعل أن إحنا نجيب حق أولادنا يعني نجيب حق أولادنا من خلال أن إحنا فعلا نعرف إيه الوضع هناك تمت القصة دي إزاي فين الأمن الأمن كم فين الأمن الليبي القصة دي إحنا لازم نعرف يعني قصة صعبة ساعة تحيات أصفرت عن إيه أصفرت عن إيه القصة دي إنما ما ينفعش أن الجانب الليبي يعني أو فعلا وعد الجانب المصري قاله بالفعل أن إحنا التحيات وفي تعاون الآن ما بين الخارجية وما بين سلطات الليبية من أجل معرفة كافة التفاصيل حالا قلت لي إن الحادث وقع يوم الأحد الماضي النهاردة تقريبا الخميس صباحنا هو والمفروض لم تتضح حتى الآن نتاج أي تحقيقات من الجانب الليبي هل هي عمليات سرقة ممنهجة هل هي اعتداءات على المصريين بشكل عام هل 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 لم تتضح أي ملبسات للحادثة بالفعل لم تتضح وانبرح بالفعل لسه كان وصل السبع جسامين لمطار الكهيرة ثم نقول المشهير السيسي يعني أصدر تعلماته بتوجيه نقول طائرة عسكرية ويعني إرسال هذه الطائرة من القاهرة إلى سهاج نقول مسكت رأسهم أعتقد أن بالفعل نحن يجب علينا جميعا أن نحن خلاص هؤلاء تم قتلهم يجب الآن بقى نحن نعرف كافة التفاصيل إلا حصل إزاي الجريمة دي وقعت بدون أن يتم التدخل من الجانب الليبي من قبل الأمن الليبي إزاي ده حصل الواقعة إزاي دي حصلت يعني التوقيت نفسه الساحد شهر بالليل يعني الجريمة ربما تكون يعني مدبرة مدبرة من خلال أن يتم دخول يعني عارفين التحرقات يعني الناس دخلوا على الدور الأرضي مسكوا 8 و1 قفز وغير كده كانوا ملسامين يعني محدش عارف من دول يعني دول كانوا ملسامين محدش عارف دول تبع إيه دول جايين منين فدي الصعوبة بتاعتها أنهم ما فيش أي جهة أعلانة ولا الأسباب الأساسية حتى يعني التامن اللي هو التامن اللي هرب برضو ما قالش مين دول ولا إيه ولا إيه السبب يعني هو كده ما يعرفش ما يعرفش مين دول أصلا في الأساس فدي المشكلة الأساسية بس أعتقد أن يعني مصر دولة يعني مصر دولة قوية ومصر مش هتسيب دم أولادها يروح حضر بالضبط سوى شريف الحقيقة أمس الأول عقد السيد علي زيدان رئيس الحكومة الليبية الموقعات المطمرة صحفية أدان فيه بشدة ما حدث للرعاية المصريين المتوجدين في ليبيا من قتل وتقييد وتعذيب ووو ولكن هل يكتفي الجانب الليبي الآن بالاعتذار وشجب ما يحدث واستنكار ما يحدث لإنسانية الإنسان ووو يعني كده الموضوع تمام شكرا جزيلا ونيهدحنا على الموضوع دي بأي كمصر مش هتسقط يعني بمعنى إن بارح حضرتك وبالأمس كان هناك أيضا وفد ليبي ورجاء وزارة الخارجية وبرأسة مدير الإدارة الكنسولية في وزارة الخارجية الليبية والتقى بالسفير علي العشيري مساعد الوزير الشؤون الكنسولية والمصريين في الخارج وعرب عن الإدانة وعرب بالفعل عن أن جريمة دي بشعة هذه الجريمة يعني جريمة لم تحدث من قبل أعتقد كل ذلك بيدل على شيء يا أستاذ أشرف بيدل على أن فعلا أن هم مهتمين وليس نقصة أن أنا أجري اتصال تليفوني ولا ده هو بيجي لك وبيقول لك فعلا أن في تحقيقات موجودة وفي فعلا أن إحنا يعني مصر لها قوتها ومصر يعني هتاخد حق أولادها بمعنى أن إحنا بانتبع التحقيقات وانتعرف قوة مصر خارجيا أيضا أعتقد أن هذه الفترة لما إحنا شعرنا أنه فيه خطورة على ولادنا وخطورة على البحثة الدبلوماسية سحبنا البحثة الدبلوماسية يعني أنا أنا أتكلم على لما أنت حضرتك بتشعر أنه فيه خطر تجاه ولادك واتجاه أعضاء بحثتك فتبدأ أن أنت تقول أن أنا مثلا ما أقدرش أود البحثة الدبلوماسية أشرف قصة أن أنت تقول للجلال مصرية تعالوا قول لي يستطيع أنه يجي على مسرية الشخصية بالفعل كده فإنما إحنا دلوقتي بنقول يا جماعة يعني كل واحد موجود في ليبيا يقدر بقى نقول يحافظ على أمنه إزاي في القصة أنه ما فيه استقرار حتى الآن في ليبيا ولا في أمنه حتى الآن طب خليني نتكلم على موقف المصريين بالنسبة للهجر غير الشرعية إلى ليبيا ماذا إذا أصبهم أي مكروه في ليبيا دلوقتي ده مهاجر غير شرعي لا يوجد لديه السلطات الليبية أي أوراق إثبات لدخوله إلى أراضي الليبية وأصبوا مكروه هو خلينا وكايني أن واقعة الهجر غير الشرعية في الأساس يعني عمل خطأ يعني عمل خطأ يعني لما إحنا بيخشوا بيدخولوا أي دولة إحنا مش حنقول بقى ليبيا فقط لا إلا لما بيدخولوا أي دولة بيتم القبض عليهم مياه الإكليمية يعني بدون تصريح ما بيكونش معهم تصريح ما بيكونش معهم تأشير تأشيرات فكل ده أن أنت كده بتخش وبتنتهك المياه الإكليمية للدولة دي فطبعا الدولة دي اللي هي على الحق أن هي تمسك الشخص أو تيتم القبض على هذا الشخص إنما قصة بقى لو حضرتك اتكلمت على قصة المياه الإكليمية آه تم القبض يمكن يوم طمام 10 فبراير الجاري على 15 مستشر في مركب مركب سيد دخل ومبارح حتى المفروض تم الإفراج عنهم نحن نتكلم كمنظومة كاملة أو كموضوع هجرة جر الشرعية كامل لا موضوع خطأ من أول ونحن لا نقدرش نقول لا لأ لنناس دي يعني لما يجي ما يخدش لتصريح لو هو عايز يخش المياه الإكليمية دي ما يخدش تصريح ما يخدش تأشيرات فالموضوع في أساسه لا يؤلام الجانب وهناك كانت مناشدات كبيرة من وزارة الخارجية يا جماعة في فرق ما بين أنت يعني تصطاد هنا في المياه عندك وفي فرق أنت تدخل مياه إكليمية وإنت يتم القبض عليك يبقى أنت كده إنت كده لما تنتهك هذه المياه المفروض للدولة بتاعتها يبقى أنت كده يبقى هم لهم الحق في القبض عليك عشان كده إنت لما بيجي يتم القبض على الناس طفين دوري الخارجية يتم ساعتها يقولك الخارجية ما بتعملش عليها طب الناس دي تقوه في الآخر بتتصل وتعمل مناشدات وتتصل وفي الآخر يعني زي ما أنت حضرتك شفت مبارحة وتم الإفراج عن مركب الصيد اللي في ليبيا فإحنا خلينا وقعين أنهنا يجب أن نراعي قصة المياه الإكليمية يجب أن نقعش في الخطأ وبعد كده نيجي نقول طب ليه الخطأ ده حدث طب ليه جماعة لا إحنا بنحمل لا الخطأ من عندنا في الأساس الأول يجب بالفعل أنه نراعي قصة دي بقصة المياه الإكليمية وقصة الهجرة غير الشرعية سيد شريف يعني السؤال الحقيقة ما كنتش عايزة أوجيه وهذا المعنى قوي كنا بنكلم قبل له على هل مقصود استهداف المصريين لعمل نعم الوقيع بين الدول العربية وبعضها ولكن من أجهة نظرك كيف يمكن أن تأخذ مصر يعني تحليل حضرتك الموقف زي ما أنا قلت لحضرتك أن أنت في مرحلة عدم استقرار في ليبيا وعدم موجود أمن في ليبيا بمعنى أن أنت في ما نقدرش مثلا يقول لك نطع علاقات يبقى أنت يعني إحنا كده ممكن يكون هو ده الهدف ممكن يكون اللي هو تعكير صف العلاقات ما بين الثلاثين بزبط إنما القصة الأفك أو النظر لا تنظر بقضية أو بموضوع أن أنت بتشوف الموضوع من كف الجوانبه إيه الأسباب اللي قدت لكده مين السبب فيها القصة دي مين المقصر فيها إنما القصة أنا ما أقدرش يعني ناخد يعني يتم أخذ قرار قرار يعني أعتبر قوي في زل نقول إنه إحنا ما نعرفش لوضع نفسه المجمل التحقيقات حصل فيها إيه خاصة أن الجانب الليبي من المفترض إن هو يعني كل ساعة أو كل في اليوم لازم يبلغ الجانب المصري إيه اللي حصل إيه اللي حصل خلال الفترة دي إيه اللي حصل اليوم بيوم وإن جانب التحقيقات وأنا قلت لحضرتك إن فيه بالفعل نقول إن فيه تعاون ما بين الخارجية والسلطات الليبية وإن أي حاجة هتحصل دي كان السفير الليبي السفير المصري في الليبي قال إن أي حاجة هتطرق هتقال في وسائل الإعلام إيه اللي حصل بشأن هذه القضية اللي هو كل يعني بينظر ليها لكل عاوز يتعرف على الجديد من هو السبب في هذه المشكلة لنا وقعيين إن الدماء المصرية غالية ومصر لن تفرط فيه دماء أولادها بالضبط أستاذ شريف عبد الحميد مسؤول الشؤون الدولية بجرية الجمهورية بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومزيد إن شاء الله من اللقاءات مع حضرتك شكرا أستاذ أشرف وإن أتمنى التوفيق شكرا جزيلا مشاهدين بختم كلام معاك وبكلمة لسال شريف إن مصر لن تفرط في حق أولادها دماء المصريين غالية ننتظر نتاج التحقيقات إن شاء الله في القريب العاجل مشاهدين فقارتنا مازالت مستمرة تابعونا ولكن بعد الفاصل